ايطاليا عايز اقول لحضراتكم النهاردة في وضع صحي سيء جدا بكلمك على ايطاليا بكلمك على المانيا بالمناسبة بكلمك على بريطانيا النهاردة بورس جونس الرئيس الوزراء النهاردة بيتكلم على ان الوضع الصحي فيه انا بكلمك على الدول اللي بندرب بها المثل قالك الوضع الصحي عندنا سيء الوضع الصحي في بريطانيا مش هو ده اللي احنا كنا متوقعينه العالم زي نقول لحضرتك فيروس كورونا كشف ان الوضع الصحي العالم كله اللي كنا بنسمع عنه كلام فارغ وضع صحي ضايع لا دول كبيرة عندها استعدادات لما يحصل مرض زي كده مش عندها مستشفى تستعد وكل يطلع يكلمنا العالم عنده ويلا التجارب بتاعتنا ويلا احنا متقدمين كشفكم فيروس كورونا كشف دول العالم الكبيرة انه ما عندهاش وضع صحي جيد على الاطلاق وضع هاش ووضع غير جاي ملوش يعني ما هو انت بتكلمنا على الارقام انا بكلمك حتى على تصرحات المسؤولين عندهم امبارح مكد يوسف كلمنا عن وزيرة الصحة في بلجيكا رئيس وزراء بلجيكا امبارح بتقول اللي وصلنا في بلجيكا لحد دلوقتي السبب هي وزيرة الصحة في بلجيكا انها ما كانتش عارفة خطورة هذا المرض وما قالتش للشعب ولا للدولة انه المرض ضا خطير وانه هينتشر في بلجيكا وبالتالي مخدناش السعدات انا بكلمك على دول متقدمة من العالم الاولاني العالم الاولاني بيعانم للمرض ده العالم الاولاني النهاردة عنده ازمة في المستشفيات العالم الاولاني النهاردة عنده ازمة في العلاج عنده ازمة في انه حتى يلاقي اسرة للناس قالك هناخد مستشفيات الخاصة هناخدها لحسابنا عشان نحط فيها المرضى هذا هو العالم الاول اللي احنا بنتكلم عليه دايما الوضع الصحي في كل دول العالم النهاردة بقى في مشكلة من اول لامريكا لأول كان رئيس ترامب بيتكلم على الحكاية دي مبارح النهاردة بوريس جونسون قالك لا 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 احنا مش هنعالج كل الناس قالك مش هعالج كل الناس اللي بكلمك على بريطانيا العظمة قالك هعالج اللي حالته خطر الاول اللي هو يقرب يموت ثم اللي بعده يعني ما قدرش عالج كل الناس وقت واحد قال فيه اولويات حضرتك بتكلمنا عن ايه بكلمك على بريطانيا بكلمك على ايطاليا بكلمك على المانيا بكلمك على فرنسا بكلمك على اسبانيا بكلمك على امريكا بكلمك على الدول دي مش بكلمك على حد تاني مش بكلمك على قطر بكلمك على الدول المتقدمة دي الوضع الصحي عندها ايه بتشتك ازاي وعندها حالة رعب انه بعد زيادة الاصابات بالالاف كل يوم مش عارفين يتعامل ازاي لدرجة انه عندهم عجزي في الأطباء قال لك احنا عندنا النهاردة مشكلة في الأطباء وانا دايما وحضراتكو دايما بصين على أمريكا يا خبر على الوضع الصحي هناك يا خبر على بريطانيا الوضع الصحي يا خبر على ألمانيا الوضع الصحي الوضع الصحي في الظروف العادية لكن في الظروف اللي العالم فوجئ بيها وهذا الزنزال اللي اسمه كورونا زنزال تنامي تنامي هذا هو تنامي اللي ضرب العالم كله خلى العالم اتكشف خلى الدول الكبيرة اتكشفت تاني خلى ما في دولة النهاردة ما اتكشفتش أمال وضع الصحي طيب احنا اللي احنا عملناه ايه احنا كمصر يعني عملنا ايه عملنا مبكرا ومكد يوسف مبارح كان بيعمل المقارنة المصرية البلجيكية بيكلمنا على دولة من العالم الكبير مع دولة افريقية دولة عظيمة برضو مصر يعني وقال لك وانا بسألهم بارح بقول له بتعمله تعقيم يا مجد عندك قال لي تعقيم ايه فيش عندنا حاجة اسمها تعقيم ناس تقعد في البيوت وانت وحظك ونصيبك وصبت هيشوفو لك مكان وبعدين اتكلم الدكتور يرد علي او ما يردش ويقول استنى لما نشوف واستنى بعد كده نبعت لك حد او لأ وحسب ظروفنا سانوا انت طيب كل سانوا انت طيب كل عام وانتهم بخير الدول دي كلها كده دلوقتي فانا لما بيحصل برا كده وانا بكلم وبنبح في صوتي بقالي من ساعة مدئة الموضوع ده مش من النهار ده والله بنبح في صوتي ترجمة نانسي قنقر